رسالة هامة من موسيماني لميكي سوني لعب النادي الاهلي الجديد راجل قاعد معاه وتكلم معاه والرسالة الواضحة والصريحة قال له اكسب جمهور النادي الاهلي وركز في موتش السوبر ده علشان تعمل لنفسك شهادة ميلاد الناس تفرح بيك النهاردة خلاص وخد بالك الامور دي بتفرق كتير قوي بس برضو عشان نبقى منصف وامين انا ضد كلاشي الانطباع الاول يدوم مش اكتشفت انه هو مش صح ماش صح يعني انا مثلا جالي لعين لسه بيانساجن مع الفرقة في اول موتش ليه ما كانش موفقة موتش التاني فيه برضو لسه مش موفقة بعدها بثلاث اربع موتشات ليته بطلع نار من بوقه جيب جوان من كل حتة بل الانطباع الاول يدوم لا لانه كرة القدم عدة عوامل متوفرة او متضفرة عشان نبقى دقيق عدة عوامل حوالين بعضها ما اقدرشي اتعمل مع كرة القدم على انها علاقة انت سايشت ان شفت شخص ده مش حبه لا 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 كرة القدم مش كده الاداء الفني اللي اللعيبة مش كده اصل انت بتحبش وتكره شكل اللعيب ولا انت اصلا تعرف طباعه انت بتحب اداءه الفني وشكرا على كده او ما بتحبش اداءه الفني لانه بيضيع فرص فلياكل لوحدة بنتكلم معي فالانطباع الاول ما بيدومش اللعيب يقدر يغير اي انطباع فدي دايما فرصة حلوة دايما فرصة حلوة بس الفرصة الاحلة ايه هي السوبر بقى بنت الجنية الفرصة بنت جميلة زي ما مدير ما قال امتى لما اللعيب ينور من اول مرة يا سلام يا سيدي كده خلاص كده الدنيا مش ومع جمهور الاهلي خلاص باش انت عديت عشان كده بيتسو المسلماني كان بيتكلم مع الراجل على كده بيتكلم مع ميكي سونيا على كده ان شاء الله بإذن الله بيرس تاو حيكون في تدريبات النادي الاهلي وجاهز لعودة بشكل تدريجي من الاسبوع التاني من شهر اكتوبر تاو محتاج بس الاسبوعين من اجل اعلان جهزيته للتعافي من الاصابة في العضلة الضمة